اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء المستمعين والمستمعات في كل مكان خير ما نبدأ به الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قصتنا اليوم تحكي عن مأساة فتاة بدأت تصارع المجتمع والعادات والتقاليد البالية والجاهلة التي انتشرت هذه الأيام إنها قصة فتاة تريد أن تتزوج ولكن زواجها تأخر وماذا فعلت حتى استطعت الزواج بطلق قصتنا فتاة ملتزمة دينيا متوسطة الجمال على مستوى عالي من الدين والأخلاق مضت بها السنين ولم يتقدم أحد لخطبتها وقد كانت ترى الفتيات الأصغر منها تتزوج وينجبن الأطفال إلى أن بلغت من العمر الرابعة والثلاثين عاما وفي يوم من الأيام تقدم شاب لخطبتها وكان هذا الشاب من العائلة نفسها وكان أكبر منها بعامين أي عمره 36 وكأخلاقه لا غبار عليها أبدا طارت من الفرح والسعادة وأحثت أنها قد فرجت عليها كما يقولون وبدأت تعد العدة من أجل عقد القران فطلب منها العريس صورة عن البطاقة الشخصية حتى يتم لها فأعطته له فأعطته إياها وبعد يومين وجدت والدة العريس تتصل بها وتطلع منها أن تقابلها في أسرع وقت ممكن على انفراد فذحبت إليها وإذ بها تخرج صورة البطاقة الشخصية الخاصة بها وتسألها هل تاريخ الميلاد الموجود في البطاقة صحيح؟ قالت لها بطلة قصتنا نعم قالت إذن أنت بدأ عمرك يطرب بشكل سريع من الأربعين فقالت لها أنا ما ذلت في الرابعة والثلاثين قالت الأمر لا يختلف فأنت قد تعديت الثلاثين وقد قلت فلص إنجابك وأنا أريد أن أرى أحفادي ولم تهدأ إلا وقد فسخت خطبة التي بين هذه الفتاة الخلوقة وبين أمنها ومرت عليها ستة أشهر أعتبرها كما يقولون عصيبة جدا على حياتها وكانت تقول قد كنت طائرة بالسماء وبعد فسخ الخطبة وقعت تكثرت جناحي ووقعت على الأرض على رأسي تماما قرر والدها أن يرسلها إلى العمرة من أجل أن تغسل حزنها وعمها في بيت الله الحرام فسافرت بطلة قصتنا وجلست بالحرام تضع الله أن يهيئ لها من أمرها رشدة وبعد أن انتهت من الصلاة وجدت امرأة تقرأ القرآن بصوت جميل وسمعتها تردد الآية الكريمة وكان فضل الله عليك عظيمة فوجدت دموعها تسيل رغما عنها وبغذارة شديدة فاجتذبت إلى هذه السيدة فاجتذبتها إليها السيدة وضمتها وأخذت تردد عليها قوله سبحانه وتعالى ولثوف يعطيك ربك فتردى والله قالت بطلة قصتنا وكأنها تسمع هذه الآية لأول مرة في حياتها فهدأت نفسها واطمأنت وانتهت مراسم العمرة ورجعت إلى بلدي ووصلت الطائرة إلى المطار ونذلت بطلة قصتنا منها لتجد صديقتها وزوجها في صالة الانتظار حيث كانا ينتظران صديق زوجها ولم تمضي لحظات إلا وجاء صديق الزوج بثلمت عليهم ثم غادرت المكان بصحبة والدها ومع أن وصلت إلى البيت وبدلت منابسها واستراحت بعد الوقت حتى وجدت صديقتها التي رأتها في المطار تتصل بها وتقول لها أن صديق زوجها أعجب بها بشدة وبأدبها وبحجابها ويرغب في خطبتها على الفور خفق قلبه هذه المسكينة نعم خفق من الحب خفق بطريقة غير متوقعة سبحان الله فعلا ولثوف يعطيك ربك فترده ولم تمضي أيام حتى كان قد تقدم لها بشكل رسمي ولم يمضي شهر ونصف إلا وكان معا في بيت الزوجية ويخفق قلبها بالأمل والسعادة وبدأت حياتها الزوجية متفائلة ووسعيدة ووجدت الرجل الذي ثكنت إليه ووجدت عنده الحب والحنان وكرم وبره بأهلها وأهله غير أن الشهور مضت ولم تظهر عليها أي علامات من علامات الحامل وشعرت بالقلق خاصة أنها قد تجاوزت الثادث والثلاثين وطلبت من زوجي أن أجري بعض التحاليل والفوص فمن أن لا أستطيع الإنجاب وذهبنا إلى طبيبة كبيرة للأمراض النسائية فطلبت مني إجراء بعض التحاليل وجاء موعد تسليمي نتيجة أول تحليل منها فوجئت بها تقول لي أن لا داعي لإجراء بقيتها لأنني سبحان الله حامل ومضت بقية شهور الحمل سبحان الله في سلام وإن كانت قد عانت قليلا في أشهر الحمل بسبب كبر سنها لكنها حرصت خلال الحمل على أن لا تعرف نوع الجنين لأن برأيها كل ما سيأتي من رب العالمين هو خير وفضل منه سبحانه عز وعلى وكانت تحس بكبر حجم بطنها على غير المعتاد فسرته وقالت ربما لأنني تأخرت في الحمل إلى سن السادس والثلاثين ولكن دوجها كان يعلم شيئا لم يرد أن يقوله لدوجته أبدا ولما أفاقت من العملية وجدت أهلها حولها وأهل دوجها حولها جالسين ينضحكون ويتثاورون فسألتهم ماذا أنجبت فرددوا بصوتا واحد أنجبت بنتا وصبي توأم توأم سبحان الله بدأت دموع الفرح تغسل وجهها نعم وتذكرت فورا المرأة في الحرم وهي تقول ولثوف يعطيك ربك فطردى قال الحق سبحانه وتعالى بر لحكم ربك فإنك بآيونينا إذا أعطى أدهش سبحان الله لا تبتأس يا عزيزة المسلمة إذا تأخرت في الزواج فكل تأخيرة وبها خيرة ليس كل من تذوج قبلك وأنجب الأولاد سعيد ولديه السعادة التي أنت حصلت عليها بعد أن تذوجتي بسن متأخرة نصيبك في السماء ومن لم تتذوج في الدنيا فلتعلم أن في الجنة ينتظرها أكثر الرجال جمالا وأخلاقا وحبا ومن حرمة من الأولاد في الدنيا فلتعلم أن لها ما شاءت من الأولاد في الآخرة لها ما شاءت من الأولاد في الآخرة في الجنة سبحان الله ولها أن تختار ما أراد ثواء كانت أن تريد ذكرا أو أنثى وحتى لون العينين والشعر وما شاءت في كل شيء تطلبه في الجنة فيكون لها بلمح البصر لا تبتأسوا ولا تحذنوا واعلموا واعلموا أن الله كريم ويحب من العبد أن يدعوه وأن يلحى في الدعاء اصدقوا الله وألحوا في دعائكم ودائما فليكم دعائكم بالزوج الصالح والذريات الصالحة وأنا على يقين بأن الجميع سيتذوج وبأن الجميع سينجب بإذن الله إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على ذر الإعجاب ومشاركتي مع أصدقائكم لكم مني كل الحب والتقدير مريدات القناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا